بينورني وبشرفني النجم المتقلق في رمضان النجم محمد مهران أهلا بك في Spotlight أهلا بحضرتك كل سنة وانت تعيب رمضان كريم وحضرتك بخير وكل مشاهدين بخير إن شاء الله يا رب دائما متجمعين كلنا مع بعض أخبار زين إيه طمنا علي آه الحمد لله يا رب يكون الدور عجب الناس ومسلسل يا رب يكون عجب الناس يا رب إن شاء الله إيه اللي شدك في زين آه والله يا مسلسل بشكل عام فكرة إنك بتناقش قضايا اجتماعية كتير من خلال الأربع بنات اللي موجودين في الخمس بنات سوري اللي موجودين في الأحداث وشخصية ليل بتناقش أكتر من قضايا اجتماعية فده شدني يعني بشكل عام في المسلسل إيه أصعب مشهد لك في المسلسل هل صورته ريسة هتصوره آه لا صوره إحنا خلاص يعني نتكلم النهاردة إحنا آخر يوم تصوير يعني مثلا من نص المسلسل هت هيبدأ يبقى فيه المشاهد الصعبة في أواخره آه في نص المسلسل في مشاهد كانت صعبة وبعد حدث مهم بيحصل في المسلسل يعني بيبقى فيه تحول للشخصية فمن هنا بتبتدي يعني الأحداث تتغيرها في شخصية زين زين بقى والشغل مع أستاذة سوهير رابسي والله أنا اتشرفت بالشغل مع أستاذة سوهير بس للأسف ما جمعنيش بيها مشاهد كتير للأسف يعني ما كانش فيه مشاهد كتير جمعتني بيها يعني بس اتشرفت إن احنا مسنا بعض حتى لو مشاهد مش كتير انت كمان عندك دور رائع المداحة الله يخليك لا ايه الشغل تأعيز تقولك على حاجة حيث نتكلم كنا حتى قبل التصوير انتم من أول حلقة الناس كلها فاتحة بوها يتقولك ايه ده الحمد لله والله ده بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى في اكتهاد ناس كتير وورا الكاميرا من الانتاج الأستاذ أحمد سمير فرج مشكورا يعني هو الشهير العمل فعلا على اكتافه زي ما بيقوله يعني والتأليف كويس والتمثيل التصوير كل العناصر يعني بصراحة كانت على مستوى ان هم يتعلقوا عمل جاية انها ده كلها العنوين ان انت الجن بيجري وراها والشاهدين بيجري وراها انها ده كل العنوين كده لسا الاحداث كمان هتتصاعد اكتر يعني في الحلقات اللي جاية ان شاء الله يا رب دورين مختلفين في رمضان يعني بزي كنت قادرة تخرج بالجخصية اه كمان في حضرة العمدة كمان بصرا ادوار كلها مختلفة خالص يا رب اكون قديت الاختلاف ده بشكل كويس طب حضرة العمدة برضو السعيدي صعب هو السعيدي في المداح حضرة العمدة هو فلاحي اكتر يعني ان قرية في الريف يعني قرية وهمية في الريف قرية تل الشابورة اللي بتدور فيها الاحداث اه كان التحدي الاكبر عندي فكرة ان الشخصيتين لابسين جلبية فلازم يكون فيهم تكون مختلفة كل واحد فيهم صعيدي واحد فيهم فلاحي فالاختلافات لازم تبقى كبيرة يعني ببان فارب اكون حققت ده وزين هنا الشخص الشيك اه المعاصر يعني المعاصر الشيك بالزبط معاصر يعني تحدي كويس يعني انك تعمل اكتر من شخصية مختلفة ويا رب بس ده اهم حاجة عندي بقول دايما يا رب اكون قدرت حقق الاختلاف ده والناس تكون شافته الف الف مبروك على كل اعمالك انا خطفاك عشان هو عنده تصوير دلوقتي فانا لازم اسيبك انا عارف نورتني وشرفتني كل سنة وانت طايب ورمضان كريم تهب دول يبقى الجمهورك في رمضان اه كل سنة وانت طايبين ويا رب رمضان ده يبقى بالخير لكل الناس يا رب وكل البيوت المصرية تفرح باذن الله يا رب